السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالي يلا اقولك انا جبت ايه النهاردة بمية جنيه من السوق جبت حاجات تقضيني بالزبط اسبوع جبت قداري وحاجتي اللي نقصني في بيتي بمية جنيه طبعا الفيديوهات اللي انا هبدأ اعملها لكو دي علشان طبعا اعرفكو الاسعار واعرفكو الدنيا ماشي ازاي والاسعار ماشي ازاي في السوق ياريت تنزلي وتقولي لي في الكومنتات الاسعار عندك ايه اول حاجة معنا طبعا ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي يا حبيبتان اول حاجة جبتها الطماطم طبعا زي ما احنا شايفين اهي بسم الله ما شاء الله الطماطم منتازة جدا وجميلة الطماطم دي الكيلو ونص بعشرة في منها بخمسة بس صغيرة والصراحة معجبتنيش فدية كويسة جدا دولار جبت 3 كيلو ب20 جنيه الكيلو ونص بعشرة انا جبت 3 كيلو علشان يقضوني الاسبوع كله يا حبيبت قلبي معانا تاني حاجة اللي طبعا لا يغني عنها في اي بيت طبعا البطاطس البطاطس دي اللي هي الرملية ماردتش اجيبي اللي هي مطينة لأ ساعات بجيبها ما بتشرب زيد كتير وما بتبقاش تحمير لأ دي البطاطس الرملية مليون في المية دي تحمير دي كانت بتمانية جنيه يعني الكيلو ربع بعشرة جبت بالزبط اتنين ونص بيه 20 جنيه بيبقى دي بتمانية جنيه كيلو بس صراحة ما شاء الله عاملة زي الخشاف جميلة جدا جدا وما بتشربش الزيت وما بتاخدش وقت في الآلية خالص تالت حاجة معينا الخيار الخيار النهاردة كان بتمانية جنيه الخيار زي ما احنا شايفين الخيار البلدي برضو لاغين عنه في اي تلاجة طبعا دوت بتحتاجي تعملي شوية صلطة تقطعي جنب شوية جبنة جنب في اي فيه فيه في وجبة عشف وجبة فطار ده بتمانية جنيه حبيبة قلبي جبت كيلو ربع بعشرة جنيه تمام بعد كده معنا اللمون اللمون كان غالي النهاردة كان بعشرين جنيه طبعا جبت دولت دولت بخمسة جنيه جبت ربع كيلو دول ان شاء الله يقدوني تلو الأسبوع طبعا اللمون لاغين عنه في غسل تيور فيه شوية صلطة شوية لموناتها لأولادك طبعا لازم اللمون يكون موجود في تالاكتي فدول ربع كيلو بخمسة جنيه والجزر بسم الله من شاء الله كان جميل جدا جدا مطازة جدا زي ما احنا شايفين كانت الكيلو بخمسة جنيه انا جبت نص كيلو باثنين ونص ده الكيلو كان بخمسة جنيه كان رخيص جدا النهاردة في السوق ده طبعا الحاجات دي زي ما انا بقول لكم كده بسم الله من شاء الله حاجات تقديني ان شاء الله اسبوع انا طبعا كان متوافر عندي بصل فما جبتش تمام طبعا البصل احنا عارفين الكيلو النهاردة كان بعشرة جنيه في السوق وجبت تلاتة كيلو رز الكيس الرز ده كيلو إلا ربع مش كيلو يا حبايب قلبي بس طبعا نضيف ده عمل تلاتة ونص جبت تلاتة كياس الرز طبعا في البيت كويس هتقديني إن شاء الله تلاتة أسابيع وأنا كان عندي مكارونات إن شاء الله ده مش هيبقى آخر فيديو من النوعية دي هنبدأ مع بعضين هنعرف الأسعار في الأسواق وربنا يا رب يرخص قوت المسلمين ويرخص قوت الناس كلها يا رب تمام طبعا دي كل الحاجات اللي أنا جبتها قطعت بالضبط 100 جنيه حبيبة قلبي طبعا ماليت شايلتي وتلاتتي وحكتي ما شاء الله خضار يقضيني طول الأسبوع يا حبيبي الحاجات اللي أنت شايفينها طماطم وبطاطس وجذر وخيار ولمون والرز الحاجات دي عملت 100 جنيه يا رب يحسن ما بين إيدينا وإيديكم ويرخص قوت المسلمين يا رب وإن شاء الله طب بإذن الله مش هيبقى آخر فيديو معنا من النوعية دي هنزل وهجب لكم الأسعار و بس يا رب أنتو تعجبكوا قلولي لو عجبتكوا طبعا الفيديوهات اللي من النوعية ديت أنا طبعا بعرفكم هعمل بعد كده معاكم طبعا روتينات في الفترة الجاية وإن شاء الله تنلقي أجابكم ويا رب يحسن ما بين إيدينا وإيدينا وإيديكم يا رب والسلام ختم